بسم الله الرحمن الرحيم يا بابا اي يا بود؟ انا عود باخد رأييك تحاجح الا الا ايه دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ واحد صاحبي وريني كده ريكس عزي شوف روك شوف اللي عود دي؟ تبوش بوش تبوش بوش الجميلة دي؟ كان عنده قطة ولد الستة فهو امه مرضتش اللي هتربي الستة كلك فقداني واحدة يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن احنا عندنا حيانات كدير جدا في البيت بس انا خايف عليها من ريكس وريكس هيقزيها ريكس هيقزيها ريكس هيقزيها ريكس هيقزيها لان ريكس طبيعته مابيحبش حيان غريب غيره محبش حيان غيره هي موت ويطلع عليك هي جميلة بصراحة انا مش عارف انا مش عاوز بصراحة اراك يا منا خلوها ولا ايه او خليها امنية امنية هتموت اصلا على قطة بقالها سنة وانا اللي بقول لها لا انا نفس هيقزيها بصراحة بس ده قط بلدي يا بودي يعني يا جماعة يعني احنا يعني احنا يعمل نشغر في البلدي البلدي جميع يعني كلب بلدي بص بيدفع عن نفسه ازاي بص بيهرب ازاي لا ده زاكي بقى انا مش معطرد على القط انا مش معطرد انا حس انه زاكي ناخده الاراء اخر قراء انا معطرد انا عايزا اخده تلاتة على واحد لا لا ليكس الهراء وريكس سایاكله تعال انا اه تعال اه انا اه يففلي يال. يففلي من كل حتة. ركس عاوني. لا. لك لان ليك يا ركس. انا معطارد. ركس معطارد. طب والله ركس معطارد بجد. طب استنى كده. انت يا ركس يا رايك. ركس هيموت. اه بصهم. ركس. انا معطارد. لا. تسيبوا كده? طب سيبوا ما شوفوا يعمل ايه? شوفوا انتشوفوا ركس ركس ركس. مش هيعمل ايه? انا عارف ركس كواس. عارف طبيعته. حيقتله. لا لا لا. بس حالة انا بعيد عن ركس. مو جميلة وساكي طب. بس احنا مش همق. يا روح يا شوف يستخبع منه? الغدر كله. استخبع منه ازاي? ها هتربوها لا لا اخر قراءة. مش عارف انتو ايه رأيكم? احنا متعاود دايما الشورى ورأي الجماعة. ايه رأيكم? خلاص ناخدوا رأي المشاهدين بقى. يا ربوه يا رجعوه لاصحابه. لا انت كده بقى يعني بص انت كده يعني بتقولوه ليحنا ربوه غصبا عنه. لكل المشاهدين بيحب الحيوانات. خلاص. ما انا عايزة ربوه. احنا عزو كنا ربوه يعني هو صاحبك اه لا لح الجعفين بازا كان هو هدهولك اصلا يعني هولدت عنده ستة. اه. بس نقط البلدي يا جماعة. بلدي بلدي. بس زاكي يعني ما شاء الله. ماركس كلبي بلدي. هو زاكي وجميلة. شو 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 بيدفع عن نفسه اضرب اضرب ريكس بالقال. شوفو ده اتذكر وانت هالا اول كده. يلا اخير قرار قبل ماركس يموته. يلا. ده ذكر. 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 تسموه يا مون. سيمس. سيمس. جميل. هلا. سيمس. كانتو من تفاقين بقى من وراي. يا الوطي سيمس. من تفاقين الكو من ورايا ومن ورا ريكس. لا 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 لا. يا ريكس. وايا يا ركس. خلاص فقطع الله. على فكرة يا امني. انت اللي اخترت تربيه. يا انهرك ابياه. لا 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 لا. لا 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 لا. انتناولي على شر. ما هو على شر ليه? انزل. انزل يا شريك. لا لا لا. هتربوه الا لأ. هتربوه هو دكر. هتسموه ايه? سمس. سمس. من اللي حيراعيه عشان ما عندش سعدادة راعي حيوان كمان. منة. منة هتتبنيه. انت اللي هتتبنيه? اه. امنية اللي هتتبنيه. وخلي بالك القطة بتحتاج صندوق رام. هجيبلك انا الصندوق هم نقولك راملي. تمام? خلاص. بس مش مش ده بصراحة? انا حبيل. مش مش? اسمه ايه? سمس. تعليه سمسوم. خلي ما. خلي ما. خلي ما. خايفة. بكسة حيقتلو. خايف ينزل لركسي موت. بكسة حيقتلو. شوف هربان فان. امنية. لا لا ده قط زكي. قط زكي. قط بي. شو شو خايف ما? خايف. لا لا لا. لا خلاص يلا نزلو تحت بقى. يومني من النهاردة سم سم مسئوليتي. تمام? خات الكارتور يا بودي. انت بقى امم. انت امم انت اللي تتبنيه. خايف من الكلب جامد. يتيجي عيني يا عيني. هتوفرينه بيت وتزبطيه. ده امو النباية المسئولة عنه. عبدو اللي قلت ده نضيف. نضيف اه. من مصدر ثقة. اه. نضيف. متربف البيت اصل. تمام. طبعا بعد ما قلنا نزلت بالقط اه سم سم. وطبعا هيبقى له فيديوهات جميلة جدا مع ركس. نشوف رد اتفاع لريكس كمان مع ايه. يا طرح هيهجمه ولا مش هيهجمه. ونضم فرد جديد اه. فرد زريف. فرد جميل. فرد جميل وزريف. ودمه خفيف كمان. وشكله كده زكي اساسي. بقولك ايه. عايزين نطلع من روتين الزراعة وروتين الطيور. ونعمله تحدي انا وانتي. ومال. تحدي ايه? حلاقة. حلاقة? اه. ونشوف من الاحسن? ونشوف من الاحسن. يلا بينا. نحوظ متounded. ها 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 ها. اسنين كيف كنتahhجعك العقدة خطفة لها? لا. هذا ليس كنتائفة كل مالي everythings. هذا ليس كنتائجة متابعة. لا تتعب لا تتعب لا تتعب نحن تعب نحن تعب من كتر ما نتصرج عليك نحن تعب من كتر ما نتصرج عليك استاني كده فلفص عايزة تنزج عايزة تجري عايزة تجري ها تسرّب عايزة تن عايزة تن تن كمان؟ يلا كمان خلاص عالة بين خلاص مش بحين فن انت بحين فن تحلال شعرك انا لحلالة المرود اي رأيها؟ انا في صراحة خائفة انا بحين احلالة انا لما علم اماك انا لما علم اماك انا لما علم اماك هو تفاق على استاذه اه اه حلالة وحلالة حلوة وحلالة حلوة وهنبدأ التحدي مع بعض احنا طبعا هستخدم تدمشت الكبير اخد الجزء الضمراع اللي وقت عوزكم تمنى الوقت تشوفوا متقرنوا هالحلقتي انا افضل اما حديكم عبد الرحمن انا اللي معلم على فتح الحلال حالة مين احسن يا بود؟ حالة مين حالة مين احسن حالة مين احسن عبد الرحمن تستخدم المكنة المكنة الترابعية انا مستخدمش المكنة الترابعية نهائي انفع رب استخدمشه الماس بس انا هاخد الضوران اللي ورا كله بالجنب زي ما تشايفين باعلى مشتعان انه چهانا حالة موسيقى من الهان حالة مين انا من الهان يعمل من الهان يترى نبدأ أصرح الشعر من هنا نأخذ باكبوز من هنا ونأخذ الكثير طبعا بابا بيحلق أصادي في الناحية الثانية وهتشوفوا مين فينا أمهر من الثاني طبعا في التعليقات هتقولولنا من أشتر ماما ولا بابا اش عارف كله ما بيحبش الحلقة وكل الأطفال هم هو مكسر إزاي شو مكسر إزاي شو مكسر إزاي فضحك يا أخي ودي تسرحة ماما وحلقة ماما يعني لفت كده ورهم الجمال بسم الله ما شاء الله احنا طبعا بتاعة بابا اللي في الناحية بتاعها يا عجباني صراحة يا حلو دلوقتي بقى هنتفرج على الحلقة بتاعة آآ بوتي اللي حلقها له هو ابو عبد الرحمن وأكيد طبعا أكيد طبعا الحلقة بتاعتي أجمل طبعا أنا اللي أحسن طبعا لما نشوفوا بقى يا حبابي أكتر ولا حبابي أكتر هنشوفوا وليك يا عبدو من قدام ومن وراء ومن الجنب لا حلقتي مزغوطة أكتر مزغوطة أكتر طبعا وكان الهدف الأساسي من الفيديو بتاعنا من ابو عبد الرحمن إن احنا مش هدع كل السادات وشاهدين يريد أن يفتعلوا بعض الحلف الأدوية البسيطة أه وتعليمها لأبنالها كمان هو ده مستقبل شراء العدد بيوفر كتير جدا في البيت أنا تعليمت الحلقة وأنا كبير وعليم تعليم مع ابو عبد الرحمن أه بعد ما اتجوزت وخلفت مع حمود كمان أه فعادي ممكن نتعلم أي حلفة ومش شرط نتعلمها وإحنا صغيرين ونتقنها بس أهم حاجة إن احنا نتعلم حاجة مفيدة تفيدنا وتفيد أولادنا رعا جدا في الظل غير الأسعار اللي احنا فيه بإذن الله للفيديوات القادمة هنقدم لكم بعض الأفكار اللي ممكن نساعد في البيت في توصير بعض الرفقات أنا أم عبد الرحمن نزلنا نشتير جبنا مبارح اللي إنا فجئنا بسعر الجبنة الأسعار غالية جدا فإحنا إن شاء الله هنعمل لكم في الفيديوهات الجاية هنعرفكم زي تعملوا الجبنة عشان طبعا رمضان جاي والأسعار غالية جدا وإحنا بنحب طبعا ناكل جبنة وحاجات من دي في الصباح إن شاء الله على أن نتعلم برضو مخبوزات كتير في القناة وموجود بالفعل مخبوزات كتير في القناة في قيمة بيتزا ومخبوزات هنتفرج عليها بطريقة بسيطة جدا وسهلة والمنتب عالي الجودة أحسن من محلات كمان بالإضافة لتابعة الدواجل بعد ما شغلت الخشبها المسيطة وزراعت الأسطح مع بعض هنتعلم حاجات كتير جدا بتعلم منكم كتير جدا بستفيد منكم كتير وعاوزكم ما تنسوناش منها عبد الرحمن من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات من الأفضل من حلقته أفضل أنا؟ ولا هو عبد الرحمن؟ أنا طبعا ويارايني ما تنسوش قناة وصور في بيتك من نوعات ثلاثة قناة الكواليين مسلام مسلام